استقبل رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي بهضبة حضرموت أعضاء من كتلة حضرموت النيابية والشورى وجمع من المناصب والمقادمة والمشائق والأعيان والوجهة وخلال اللقاء قدم الشيخ بن حبريش شرحا حول الوضع العام الذي تمر به حضرموت واليمن عام ومنها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي يعيشها المواطنون وكذلك المجتمع في مختلف محافظات الوطن الأمر الذي يتطلب وضح حلولا ومعالجات عاجلة تهم الشأن المجتمع العام مرحبا بأي حلول تأتي من قيادة البلاد أو التحالف مع التأكيد على إتاحة الفرص للمحافظات أن تعالج أوضاعها بنفسها نحو ما يخدم مواطنها وأشار الشيخ بن حبريش إلى أن حضرموت تقف موحدة في المقام والموقف الذي هو ليس وليدة اليوم بل منذ تأسيس الحلف مؤكدا بأن المواقف الذي اتخذه الحلف والمطالب التي تبناها عامة وتهم حضرموت وأهلها جميعا وبدورهم أعرب الحاضرون عن تأييدهم لمطالب حضرموت التي تبناها الحلف وتأكيدهم على استمرار اللقاءات نحو تحقيق كل المطالب والاستحقاقات المشروعة لحضرموت وأبنائها الهدف هو من مقام الحلف المطالب الموجودة الحين هي موليدة اليوم المطالب المطالب هي نفسها اللي تحالفنا عليها اللي يتحقق منها في السابق واللي ما تحقق الناس يعني يسعون نحو التحقيقي لهدف عام اللي العايشة أمن واستقرار الحين في المحافظة والجهود الحضارة بجهودكم أنتم بجهود الحلف في المرحلة السابقة تحقق الشيذي والآن الظروف حتمية يعني ضرضت على الناس أنهم يقوموا لمقابل واجع مهم جدا أمس قمنا نحن قلنا الكهرباء صح أن عندنا انهيار من ضومة الكهرباء التجنيد مثل ما قلته نحن الطرف الأضعف من حيث التجنيدة لكن الآن في حاية ملحة غطت على هذا المطالب المطالب في طريق هذه خدماتية وغيرها لكن في حالة معيشية عند الناس الآن منهارة بشكل غير عادي والخلاف ليس خلاف داخلي محافظة هذا المناقشة الكلام هذا ما يحل المشكلة